موسيقى موسيقى مستمعي إزاعة البلد برحي فيكم بحلقة جديدة من حوار بالأرقام بتابعونا على أثير 106.5 و 106.9 ضيفي اليوم بيأل سوديو اللي ملف اقتصادي واجتماعي جديد هو سعادة النائب الأستاذ نعم طلع أبي نصر الأستاذ نعم طلع أبي نصر مواليد شنان عير عام 1936 متزوج من ساميا فيرس العظم وقاله ثلاث أولاد هم فيرس وميلك ورانيا تخرج بإجهزة من الحقوق من الجامعة للطديس يوسف ببيروت عام 1963 ليمارس مهنة المحامات ويدخل معتركة سياسة نيب عن كسروين الفتوح واجبيل عام 2000 وعيد انتخابه عام 2005 و2009 تقلب أبي نصر طبعا بمناصب سياسية عدي منا رئيس اتحاد المسيح الديمقراطي اللبناني من العام 1998 واتحاد عضو مشارك بمنظومة الأحزاب الديمقراطية المسيحية بالعالم عضو بتكتل تغيير والإصلاح أنيابي عضو المجلس التنفيذ للربط الماروني من العام 1972 وحتى العام 1997 وأمين عام من العام 1994 وحتى العام 1997 عضو بالجمعية البرلمانية الفرانكوفونية من العام 2009 بموجب قرار صادر عن الرئيس نابه بري بتاريخ 17-12-2012 ومبلغ حسب الأصول ما الدول المنتمية لمنظمة الدول الفرانكوفونية أيضا من شرك أبي نصر بليجيني يبي عدي هي مقر لجنة الزراعة والسياحة من العام 2000 وعضو لجنة إدارة والعدل من العام 2000 رئيس نجنة الصداقة اللبنانية الكندية البرلمانية وعضو لجنة حقوق الإنسانية من العام 2000 حتى العام 2000 وأيضا للنائب أبي نصر سلسلة من الإنجازات ومن الطعون ومن الأسئلة الحكومية ودراسات ومحاضرات ومشاريع رح نجرب كلهم نبحثهم اليوم مع الأستاذ نعم طالع أبي نصر أول شيء بدأ رحل فيك يشاك طبعا شيخ ببيتك بإزاعة البلد نحن حالتنا اليوم رح طبعا نحن حالتنا اقتصادية اجتماعية والحيز الأكبر اليوم رح بيكون لموضوع الاجتماعي رح نبحث مع حضرتك طبعا كنتوا من القياديين بموضوع التجنيس المحاربة اللي كنتوا أشنيتوها لمعملية التجنيس شراء العقارات من قبل الأجينب بمناطق بين هلين مسيحية وصفتوها بتوطين جديد بما كان معين حق اللبنانيين اليوم المختربين بالاقتراع داخل لبنان وأهمية مشاركتهم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الداخلية بداخل اللبناني ونرجع نخصص محور خاص عن منطقة كسروان الفتوح المشاريع اللي شهدتها والمشاريع المستقبلية اللي لازم نشوفها نبلش نشوفها من هلأ للأسابيع للسنوات المقبلة بداية خريعا نبدأ بموضوع التجنيس يعني اليوم نحن نعرف جيدا انه في العديد من اللبنانيين اللي أصبحوا اللبنانيين كنت أعتقدوا حضرتكم انه لا يستحقوا انه يحصلوا على الهوية اللبنانية وعم بيمارسوا أشغال وأعمال باللبنان بوقت الشباب اللبناني عم بيهاجر لبرة وفرص العمل بلبنان عم بتقل أمين من الشباب اللبناني وين صار هيدا الملف وانتو بعرفكم ان يمكن سبب رسولته من الليل جدا ساعة النيب اليوم عم بيحاربوا بهيدا الموضوع لليوم بتعتبروا انه مرسوم التجنيس اللي منح جنسية اللبنانية للبعض لم يعرض على المشسر الوزراء خلافا للدستور كيف يمكن السير بمشروع وقانون مثل القانون وهو مخالف للدستور خلينا نقول بوضوح وبصراحة انه من بعد الطائف كان في سياسة معتمدة من الحكومات اللي تعاقبت على الحكم بعد 1992 وخصوصا حكومات الحريرية كان في سياسة تهدف الى تغيير ديمغرافية وجغرافية لبنان سياسة غريبة اعتمدت مثلا سنة الف تسعمية واربعة وتسعين جنست زهاء ربع مليون شخص بمرسوم مخالف للدستور مخالف لجميع القوانين التي تتعلق بمنح الجنسية في لبنان مرسوم لم يعرض على مجلس الوزراء جنست ربع مليون شخص بطريقة اعتباطية بدون اجراء تحقيقات مسبقة للذين الذين اكتسبوا الجنسية بمجب هذا المرسوم المادة الستة من الدستور اللبناني اجت مطلعة بتقول ان الجنسية اللبنانية طريقة اكتسابة وحفظة وفقدانة تحدد بانون نعم شو اعملوا؟ اعملوا مرسوم خلافا للدستور حتى المرسوم ما بيستكمل الشروط اللي بتنص عليها المادي 65 من الدستور وجوب عرضوا على مجلس الوزراء واخذ تلتين اعضاء المجلس لإحالته للهيئة العامة يعني لإصدار اينون نعم بقى هذا المرسوم لم يقرد على مجلس الوزراء هاديش كده لتأثير اليوم ساعة تنيب على الموضوع اليوم التغيير بيست بيقول الديمغرافة هذا يعني هالتجنيز صار من 17 سنة فينا نقول الـ 250 ألف شخص صاروا حولة 350 وأكتر نعم والغريب بالموضوع هو انه سنة عشرين زيران 1994 لمن صدر هالأنون هيد ما حدا اعترض من النواب ما حدا اعترض من الوزراء كان عنا 64 نايب مسيحي من أصلهم 34 نايب ماروني كان عنا 15 وزير بالحكم من أصلهم 6-7 وزراء موارنة ما حدا فتح تمه بوكالتي عن الرابطة المارونية أقام الدعوة الطال المرسوم نعم من بعد 9 سنين محاكم وجهود ولوايح وتصريح مع زميلين إلي من المحامين قدرنا خدنا قرار من مجل الشورى الدولة صدر بالإجماع سنة الالفين وثلاثة يعني إلو صادر هالقرار عشر سنين تقريبا بالأحرى عشر سنين عشر سنين تقريبا قضى بنزع جنسية ممن لا يستحقها خصوصا اللي أخدوا الجنسية عن طريق التزوير نعم واستعمال المزور والغش والاحتيال وحيلة الملفات إلى وزارة الداخلية عين الوزير الياس المر لجنة مقالة من ست أضاط وست عمدة للتدقيق بهذه الملفات رقم الأرار تعيم اللجنة بموجب أرار رقمه 435 طرحت هاللجنة بعد التدقيق نزع جنسية عن 1940 شخص منهم 1880 ينتمون للطائفة الإسلامية وستين للطائفة المسيحية وضع مشروع بهالموضوع تغير الوزير إجا الوزير سليمين الفرنجي زاد عدد أعضاء اللجنة من 6 أضاط لتسع أضاط ومن 6 أمداء لتسع أمداء كمان حاول جاهدا بتنفيذ هالمشروع كمان ما أدر وما تبرين هني إنه هدا اقتراح مشروع كبداية لتنفيذ لنزع الجنسية عن كلها نعم إجا الوزير صديقنا لإستاذ زياد بارود لغل لجنة ثاني السابقين عين لجنة من ثلاث موصفين رئيس دايرة ورئيس مصلحة طرحت نزع الجنسية عن سريان زحلي نعم وكمان بعض المسلمين مجل الشورى ألغى أو الأحرى وقف تنفيذ هالمرسوم وبعد ما فينا نقول هلأ بكل أسف الحكم الصادر عن أعلى سلطة قضائية في لبنان ما تنفذ قبل ما أتوقف مع لحظات مع العلين هل في خوف اليوم ساعة تنيب على الوجود المسيحي بمناطق مغينة بلبنان هذا موضوع آخر بس من تدعية التجنيس الخطر الخطر على الوجود المسيحي بيجي من المسيحيين أنفسهم نعم لما بيكون في خلافات بين بعضهم ولما بيكون ما عندهم خطة وما عرف شو بدهم ولما نقعدين وبيقولوا هالبلد إلنا ولا الغيرنا نعم هذا هالشك بحول وجودهم وحول تجزرهم بهالأرض هذا اللي بيؤدي إلى خرابهم وإلى محل رحفوض بكل هالتفاصيل وبتحكي عن موضوع تملك الأجانب أهم شيء خاصة بالمناطق ببعض المناطق خلافا للقوانين والمرسيم والتشريعات وبشكل كتير كبير صارت بمناطق كسروين وفتوح كسروين وإلى ما هونيليك بعد هالوقف العليني منتابع حوار بالأرقام مع سعادة النائب الأستاذنا عم طلع أبي نصر منعود ومنتابع حوار بالأرقام مع سعادة النائب الأستاذنا عم طلع أبي نصر سعادة النائب قبل الوقف العليني كنا عم نتحدث عن موضوع التغيير ديموغرافي فإذا التغيير الديموغرافي في لبنان حاصل من خلال التجنيز غير المحق من خلال التهجير ما في بلد بالعالم أنه أهله يتهجروا ضمن البلد ذاته وبيبقوا 30 سنة ما بيقدروا يأمنوا العودة لدياره كانت النتيجة التهجير الهجرة إلى أستراليا وإلى بلد العالم فإن التجنيز وتهجير وتوطين نعم واستقبال أعداد هائلة من اللاجئين هايك تغيرت ديموغرافية البلد وفيه ما تعالجت سياسة الهجرة يعني ما عالجت الدولة هالكم الهائل من الشباب اللي كل سنة بهاجر لأسباب عديدة ما في مجال لتعدادها لها السبب تقلي لا المسيحية صاروا 30% بين توطين وتجنيس وهجرة وتهجير وعدم معالجة سياسة الهجرة وصلنا إلى ما نحن عليه بكل أسر في عتب بمكان معين أنه حضرتكم اليوم قبل موضوع تملك الأجانب على موضوع الهجرة اليوم الفريق السياسي اللي حضرتكم تنتمو لعله وتكتل تغيير والإصلاح موجودين بالسلطة اليوم بالحكومة من عام 2005 حتى اليوم على الأرض ما كان فيها الخطط اللي نفزت فعليا لتشجيع الشباب انه يضلوا بلبنان تستفيد منهم المؤسسات والشركات والمصانع وإلى ما هنالك في لبنان وعم نشوف اليوم وللأسف مع الأزمة السورية عم بيصير فيه استبدال لليد العامل اللبنانية بيد عامل سورية واليوم فلسطينية والشباب اللبناني اليوم عم يقطع تكت وبيأرخص المعاشات عم يحمل حلوي فيلم اللبنان أخطاء متراكمة منذ العام 1975 نعم ومؤخرا منذ العام 1992 لليوم لا تعالج بأشهر أو بسنوات قليلة هيا أول نعم الثانيا بلبنان ما في جهة قادرة تستأثر بالحكم خصوصا إذا كانت مسيحية بعد الطائف تتقدر تحقق إنجزات معينة لأن بعد الطائف السلطة أصبحت السلطة التشريعية أصبحت بيد الشيعة بكل أسف عم نحكيها بوضوح والسلطة التنفيذية بيد السنة أما الموارنة وبقية الطائف صلاحيتهم انحصلت من خلال رئيسة الجمهورية بأضايا شكلية لا أكثر ولا أقل ما في لرئيس الجمهورية سلطة فعلية إن كان بالنسبة للتنفيذ أو كان بالنسبة للتشريع بتحملوا مسؤولية المسيحيين اللي أشرفوا على توقيع اتفاق الطائف طبعا اتفاق الطائف هو نتيجة هالسياسي هاي كانت ناجي عن الطائف نعم بدي فودي موضوع تملك الأجانب فإذا نحن 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 حكينا بعنوين عريضة بدون تفصيل نعم عن التغيير الديمغرافي اللي تعرض له الشعب اللبناني وكيف صار في خلل بالتوازنات التاريخية اللي على أساسها نبنى كيان لبنان نعم هلأ سفي كمان سيئسي معتمدة بكل أسف من بعض الطائف خصوصا تهدف إلى تغيير جغرافية البلد في رقم مخيف حضرتكم قلته أنه تملك الأجانب بنسبة 90% يصل في المناطق المسيحية أي في زحل وجبل لبنان وعلاي ورحنا نطرح هذه الهواجس في لجنة الإدارة والعدل يعني عمدحك 90% اليوم رقم خطير شو عم يصير بكل أسف البيع من الأجانب يعني الأجانب عم بيشتروا بالمناطق المسيحية بصورة خاصة زحلة شرق صيدة جزين كسروان جبال المتن إلى آخره وكمان منطقة علي نعم نلاقي أنه الحكومة اللبنانية وخصوصا السلطة التشرعية بال2001 عندما عدلت أنون تملك الأجانب ما عدلت المواد الهدفة إلى الحد من هالفلتان بالبايع من الأجانب صحيح حصرت نسبة المبيع بـ 3% من مساحة لبنان ولكن 3% من مساحة لبنان تعني 312 كيلومتر مربع يعني 312 مليون متر تشتري كل الشط اللبناني صحيح وقتها كنت أنا باللجنة الإدارة والعادل عملنا يعني بزر جهد كتير 3% تكون بكل قضاء دل ما تكون تطبق على لبنان كله حدا من أنه هالتملك يتركز بمناطق معين كمان هيدا هالشي ما أدى إلى معالجة الموضوع من الأمر اللي جعلنا نتقدم بمشروع بإتراح أنون متكامل لتعديل أنون تملك الأجينة قدمناه صار إلنا أربع سنين وحضرنا أكتر أو بالأحرى ونائشنا أكتر بأكتر من 12 جلسة لبل 15 وعيننا لجنة فرعية وعيد عيننا لجنة فرعية تاني لدراسة هالموضوع وبعدنا حد هلأ موصلنا لنتائج ملموسة تعرقل من داخل لجنة الإدارة والحظ توصلنا لتعديل بعض الأمور ولكن في أمور تيري بعدها عالقة مثلا مبدأ المعاملة بالمصر أنا مثل ما بيشتري عندي السعودي أو الخليج أو الفرنسي بدي يكون إلي إحق أنا إرجع وهذه إشتري عنده وهذه بين الدول أمر طبيعي صحيح كمان هذا بهالإقتراح اللي تقدمت فيه كمان صعب لا فيه ناس نواية بدهم يتضم على الشي بيعتبروا أنه خليهم يجوا الأجانب يشتروا هذا منشجع الاستثمار منشجع السياحة منشجع السياحة تحت هالشيعة من خلال الإيجارة الطويلة مثلا سمك كيف مش أنه الواحد بيبيع أرضه اللي هي رمز الكيين صحيح رمز الكيين اللبناني رمز الوجود رمز التجزر في الوطن ما في أوطان بالإعارة ما في أوطان بالاستثمار ما في أوطان بالإيجارة الوطن بدي يكون الوطن هو أرض وشعب أو شعب وأرض شعب بدون أرض ما بيقلف وطن نعم ما بيقلف وطن بقى في فلتين من هالناحية هاي مثلا مثل ما قلنا مبدأ المعاملة بالمصر ما توفقنا فيه جينا قلنا 3% إذا كان لابد ما فيكن نقصه 3% خاني أخذ كسروان 3% مساحة كسروان تعمل 10 مليون متر أرض 10 مليون متر أرض متر مربع فيك تشتري أورا بكسروان 10 مليون متر نعم يعني لهالسبب جينا نقول خل 3% طبقها على كل ضيعة يعني ما فينا نبيع أكتر من 3% من مساحة هالضيعة وإلا الأجنبي إذا ركز على ضيعة معينة يشتري أخذ يشتري مثل ما صار بفتأة مثلا نعم بدي أحكي عن هذا الموضوع مثل ما صار بأدمى مثل ما صار بسحة العلمة مثل ما عم بصير بكفردبيان وغيرها نعم لهالسبب هذا أمر خطير جدا لما منلاقي منحة من خلال بعض أعضاء لجنة الإدارة والعادل وساء وزملاء النواب إنه لا معلشي خلينا نكون سهلين بالبيع نعم ها واحد اثنين لما بتسموا الأمور بأسامية يعني هن هدول النواب اللي عم بيعرقلوا هذا الموضوع ديما منقول مثلا زملا وأعضاء بالليجين ولا مرة منقدر نحط الأسبب على الجرح مثل ما هو إنه هول هن النواب اللي لأنه في انتخابات جاية في الشعب لازم يحاسل بما كان معين النواب اللي عم بسببوا هالمشكلة هايدي في تكتل المستقبل أخرى هوا أكتر شي لبنان أولا أكتر شي هن اللعب يعني سهلين بهالموضوع انطلاقا يعني الحكومات الحريرية انطلاقا من مبدأ بدنا نساعد بدنا نشجع الاستثمار من هالمنطلق هايدي بس يبيه طريقة إنه نشجع الاستثمار من بيع أرضنا وزقاتنا بتقولوا انه اليوم بيع الأراضي للأجيني بمنطقة الكفور بكسروين قد يكون حصل بمرسوم جمهوري و مسؤولين عم بيسهلوا عملية البيع نا هو كل مساحة بتتعدى 3000 تصير بمرسوم جمهوري في مراسيم جمهوري يعني هون في مسؤولية فخمتة إيه جمهوري بدنا الموضوع هو المراسيم تصدر بناء مجلس الوزراء نا مجلس الوزراء لا المسؤولية مشتركة مش بس على فخمت نا وشوف بعض تطوصيل إذا كانت الغاية أخطر من هيك مش هيدا الموضوع موضوع الماد 11 من أنون تملك الأجانب المعمول فيها حاليا بتقول بكل وضوح على كل شخص طبيعي اكتسب حق عيني عقاري يعني اشترى أرض أن ينجز تشييد بناء على هذا الحق خلال مدة خمس سنوات هالمدة قابلة للتجديد مرة وحدة بانتهاء المدة على وزارة المالية بيع العقار في المزاد العلنة إذا كان يعني اشتريت انت تطعم المصنع أو تطعم المنتجع على البحر أو تطعم مربات ومضى خمس سنين وما عمرت وما جددت الرخصة لخمس سنين تاني وزارة المالية عليها تبيع الأرض بالمزاد بتردله سعر الكلفة والباقي بيروح على الصندوق حوالنا حوالنا نطبق هذه المد أو نكرسها باللجنة الإدارة والعرض هي سارية المفهول حتى ما بد تكريس كان في أما بالاعتراح جديد ما مرأت طريت أنا أقدم سؤال لوزير المالية أنه لا أنت ما عم بتطبق المد 11 من أنون تملك الأجانب في مئات لبل عشرات الألاف من الأجانب اشتروا عقارات مدت مهلة الخمس سنوات وما جددوا أو مضت مهلة العشر سنوات إذا كانوا جددوا وما شيدوا المشروع وليه وزارة المالية ما عمدت إلى طرح هالعقارات بالمزاد العلني ما في جواب بقى أنا رح جاء أحاول حول السؤال إلى استجواب شو السبب شو السبب يعني رزقنا كله مطروح بالبايع هيك يعني استيز في مشكلة هناك بهذا الموضوع ألم ليك اليوم اللي عم تنبيع هني أطراف مسيحيين عم يبيعوها عم بيجيون أسعار بالأراضي اللي عندونيها في عندهم ضيقة يمكن مالية بما كان مغين طب حتى اليوم نحن فيه يمكن يكون في حل بديل لهذا الموضوع اتفضل حتى حرية التصرف مقيدة بالمصلحة العامة نعم مثلا أنت حر تدخن مش مش حر تدخن ولا ما كان لأن بدك تراعي صحة غيرك لهالسبب نحن عدلنا إنه إنه خير بدك تدخن ما لك حق تدخن بالأماكن المقفلة إذا كان فيها ناس غيرك أنت بدك تنتحر انتحر وحدك كذلك قصة بايع الأراضي من الأجانب إذا الكل بدون يستعملوا الحرية بالبايع للأجانب شو يعني يعني عام من بيع الوطن لهالسبب حتى حرية التصرف بالملك محدودة ضمن المصلحة العامة ضمن المصلحة الوطنية العامة اللي هي بتأيد هالشي كل دول العالم بكل دول العالم قصة بايع الأراضي مؤيد بأوانين كتير صارمة نا كتير كتير صارمة كفت أنا بالسعودية ممنوع أشتري ممنوع أنا حتى أعمل شركة إذا ما كانش فيها أغلبية من ناس مواطنين سعوديين والعمل بلا كفيل عمل بلا كفيل بل أن إحنا دايما دايما بلنا سيب إدي مع الأجنب حيطنا واطي نا بنقوله خد غروف البدك حتى بالسيونسي نحنا وبمواقفنا الوطنية مرتهنين للخارج شوف شو عم بصير اليوم البلد مقصوم اتنين ناس بدون السعودية ناس بدون إيران على كل ما بعث مين بدوا لبنان واللي بدوا لبنان بدوا يعقياستو لبنان أولا بدية سنة لبنان أولا بدية شيعي لبنان أولا ما بعث كان بدية مارونة لأن هايدي شغلة في واقع محزن في واقع محزن مبكي نحنا جاهدنا مش انتنوصل إلى ما نحن عليه ناطرين شو بدوا الأجنبي هدا هو الوطن السيد الحر المستقل اللي اللي جاهدوا واستشهدوا أجدادنا من أجله هدا هو الحلم هدا هو لبناني الكبير بموضوع تملك الأجيني حتى اليوم ما شفنا بمكان معين لو تم إنشاء ربما صندوق من الممولين الموارن الموجودين حول العالم بالتضامن مع الربطة المارونية لأنه ثلاثة بيع عضاء هن من الممولين وأصحاب الشركات لكنوا هن اشتروا هالأمراضي والعقارات وضموها إلى وقف الكنيسة مش مفترض باللبناني يبيع أرضه لأجنبي لكن هو طميع وخصوصا المسيحيين طميعين بيع بيأخدوا أسعار لما بيبيعو لأجنبي أوكي بدك تعلّم أولادك في مؤسسات بدك تلقى روح على عالم بالمدارس الرسمية عالم بالجامعة اللبنانية أو التجي يا أخي إذا اضطرا هي تتبيع بيع لأبن بلده ولو بيسار أرخص شواء نعم بس كمان كمان لازم القنون يجي حدّلوا من هذا الحرية ولا نحن قدمنا هلأ اقتراح أنون للحد من تملك الأجنبي ما عم نلاقي تجاوب اللازم من الشريك الآخر بكل آسف ها نحكي بالأول كان الأجنبي أنون التسعة وستين اللي كان معمول فيه لغاية لألفين وواحة الأجنبي اللي من كان يشتري وقت اللي بيسجل ياخدوا منه سبعة عشر ونصف بالمية رسمت الجيل اللبناني اللي من يشتري من أجنبي معفى من الرسم لا تنشجع اللبناني يرجع يستعيد أرض جدوده الأرض اللي باعة إجا الأنون هلأ تساوى بين الأجنبي وبين اللبناني قال اللبناني إذا اشتري من أجنبي بيدفع رسم خمس ونصف بالمية والأجنبي إذا اشتري من لبناني كمان بيدفع خمس ونصف بالمية جينا قلنا لهم يا خي أنتوا بعيزوا لمصاري بدكن تمولوا سلسلة الرتب والروادة رجعوا ردوا النص الأديم للأنون لما الأجنبي بيشتري دفعوا 17 ونصف بالمية واللبناني اللي بيشتري من أجنبي دفعوا خمس ونصف بالمية كمان وزارة المالية رفضت لا لأن وزارة المالية ما عنده مستشارين كفو للأسف حضرتكم قبل بقفة العلانية السؤال بشكل كتير سريع عم بتقولوا اللبناني بيع لا شريكه اللبناني بتوافقوا اليوم شخص من الطائف السني يجي يمتلك ألاف الأمتار بمنطقة كسروين ولا فتوح كسروين ولا جبل حريسة ما بكونوا عندكم أعطي رضا هذا الموضوع؟ إذا كان ما في نواية مبيتة لتغيير ديمغرافي نحن المسيحيين منتشرين بكل الأراضي اللبنانية ومنفتحين على كل المجتمعات اللبنانية وعلى كل الطواقف وعم بيدفعونا سمنها الانتشار وهالانفتاحها بأوانين الانتخاب لأننا منا متقوقعين بمناطق معينة حتى المسيحي ينتخب المسيحي والمسلم ينتخب المسلم وهكذا دولا نحن مع حرية التملك لكل اللبنانيين أينما يكون عشرة نواية ما يكون فيه نواية مبيتة لإنشاء مثلا تجمعات طائفية مذهبية بمكان معين يعني بعد يمكن الرهان اليوم على النواية أستاذ نعم بعد يمكن الرهان اليوم على النواية بعد العام نشوفه لما بيكون فيه نية مبيتة إساعتنا نحن على كل ما حدا بيجبر التاني يبيع بس فيه مضاربات مضاربات عقارية بتخلي خصوصا الأغنية يلجئوا لها الطريقة بعد اللقافة العلينية رح نتحدث عن موضوع مشاركة المختاربين اليوم بالانتخابات اللبنانية ودورهم بتنمية الداخل اللبناني نتكل عليهم للمختاربين بس بدنا بفتون لمصاري والاقتصاد أي مليوم على تحويلات المختاربين ووقت التصويت ما بيحق لهم يصوتوا حتى اليوم عنا نحكي أيضا عن مواضيع ومشاريع منطقة يتكسروا بعد هالوقفة العلينية منعود ومنتبع حوار بالأرقام مع سعد تنيب الشيخ الأستاذ نعم طلق بنصر منعود ومنتبع حوار بالأرقام 106.5 و106.9 على أثير البلد ممكن تتابعونا على موقعنا على تويتر أتحوار بالأرقام وتعملوا اللايك أيضا عن صفتنا على الفيسبوك البلد ريديو ستيشن ضيفي اليوم بيه الأستوديو النائب الأستاذ نعم طلق بنصر منتبع معك أستاذ نعم طلق ولكن بملف آخر بملف مشاركة المختاربين اليوم بالانتخابات قبل منفوض بمشاركتهم في انتخابات سعدت النائب ولا لا اليوم إذا الشعب البنين بدي يسألكم هذا السؤال يعني كل الاحتمالات وردي بكل أسف لأن البلد هلأ ملهي بما يجري في سوريا نعم ونحن صار بدنا نحرر أسن بدو يحرر السوريين من النظام وأسن بدو يأيد النظام وملتهيين بأمور لا تعنينا بالأساس والأمر الأساسي اللي بيعنينا هو محافظة على بلدنا ونتطبق الاستحقاقات الدستورية كانت بتعلق بالانتخابات أو بتأليف حكومة أو غيره من هالأمور هايدي بكل أسف هلأني فيه احتمال تتأجل الانتخابات لأن حتى لو كان فيه أنون جاهز هلأ تطبيقه بيطلق بعض الوقت هلأ فرق ما بين تتأجل شهرين أو ثلاثة أو ويكون فيه عندنا أنون جاهز نقول بعض شهرين نحنا في تاريخ محدد بتاريخ معين رح ننفذ هالأنون بالزيد وفرق ما بين تتأجل ولا عندنا أنون ولا عندنا مجلس مجدد إلو ولا شيء أبدا منكون رايحين على المجهول وهذا أمر كتير خطيئ لو برنامج اقتصادي ولكن لا بد أن أسأل سؤال سياسي سياسي بهذا الموضوع اليوم هناك صراع على قانون الانتخابات أنتو اليوم بدي أقول من المشرفين ومن المصارعين لتطبيق والالتزام بقانون الأرتوديكسي اليوم إذا بتكون تروني اللبنانيين بثلاثين ثانية بخمسة وعشرين ثانية ليس لازم يمشوا هني كل لبناني بالقانون الأرتوديكسي شو بتقولوني؟ يخي هدا بلد شئنا أم أبينا مؤلف من عدة طواقف وفيه انتماءات عديدة كل واحد اللي طيفته نعم وأوقات في الانتماء للطائفة عم يجي قبل الانتماء للوطن وهذا الشي الخطر نعم نحنا عم نقول ببلد طائفية مكرسة بالدستور ومكرسة بالأوانين خلينا نحنا بانتظار فصل الدين عن الدولة بانتظار اعتماد الزواج المدني بانتظار دولة مدنية واضحة والولاء المواطن يكون للدولة نعم وبعدين ولاء الديانته بتكون بهادي شغلة بينه وبين نفسه بانتظار انه نوصل لهالشي الطبيعي واللي مش عم نقدر نوصل له فصل الدين عن الدولة او انشاء دولة مدنية اه بهال الوقت هدا نحنا بدنا كل واحد ينتخب نوابه لان الاوانين المعمول فيها هلا عم تجي على حساب المسيحيين مش عم بقلوا لنا اقلكنوا النص بضمانة خادم الحرمين الشريفين هاك يقلنا الله يرحم الشي خرفي الحريري بمجلس النواب اعطيناكم النص نص المقاعد اعطيناكم النص نص المقاعد النيابية بضمانة خادم الحرمين الشريفين وملك المغرب ومجموعة الدول العربية الى اخره واقفوا العد يعني واقفوا الاضايا الديمغرافية العدد لا العد توقف لان شفنا التجنيس والطلطين والهجرة والتهجير بعد وماشي احساب المسيحيين وللنص حصلنا عليه لقينا نحنا اقتراح الانون الارتودوكسي لمواقع انا وزميل الاستاذ الالعون هو الانسب واذا عندهم اي انون اخر بيأمن لا اعطاقنا النص متل ما وعدنا دولة الرئيس رفيق الحريري نحنا حاضرين بس الحد هلأ ما حضيوا باي انون يعطينا النص لا نحنا مش عم نقدر ناخد النص بسهولة لان احنا منا متقوقعين بمناطق جغرافية معينة ومن غلقين على ذاتنا تكل واحد ينتخب نوابه متل ما هي الحال بمناطق طرابلوس وصيدة وبعلباك والنبطية وغيره نعم ايضا بالموضوع السياسي وبعرفكم يعني لو بعيد بلكن الاقتصاد والسياسي لا يمكن تجزدون عن بعض الاجتماع اسمعنا بالفترة الاخيرة في انتخابات جديدة عم يشغل عليه بمكان معين وشفنا في تقارب بمكان معين بين بعض جهات من المعارضة بعض جهات من الموجودين في السلطة يعني في شيء عم ينطبخ عندكم معلومات على هذا الموضوع؟ يطبخوا البدنية بدنا 64% وبدنا ايها كاملة لا بدنا ايها كاملة لا بدنا يأخذوا منها لا كوميسيون ولا عمولة اعطونا 64% اعطونا حصتنا وخلصنا بقى مش قابلين هايك نحنا مش ماشيين بأي قانون اخر موقف رسمي وواضح نعم بموضوع التصويت اليوم ومشاركة المختربين بالانتخابات هاليو قال اليوم نحنا لاقتصادنا اليوم والحركة الاقتصادية بداخل اللبناني اللي بتقومها 70% من تحويلات اللبنانيين من الخارج متكر عليهم ان وقت بدنا مصاري والحق بمشارك اليوم ليقدروا يصوتوا للنواب بلبنان لحد اليوم في تقرقوا لهذا الموضوع حملتوا مسئولية لوزاعة الخارجية حملتوا مسئولية لمسئولين لا لا بحمل المسئولية للزعمة المسيحية بالدرجة الاولى نعم من سنة 1924 لليوم من سنة 1943 استقلال لليوم منلاقي كل دول العالم في حقوق لمغتربينه بالاقتراع بالترشح في حقوق لمغتربين للمتحدر من اصل دولة معينة بترجع بتردله لاحفاده بتردله جنسية لانهو من اصل فرنسيوي او من اصل تلييني او من اصل انجليزي بينما نحن اللي احوج دول العالم لمغتربينه واحوج دول العالم لاعطاه المغتربين الحقوق مرت كل العهود كل العهود من ايام بشار الخوري وقابله من ايام امي الادي لا كم الي اشامعون لغيرو ما قدرنا يعطينا هالحقوق هاي لؤلدنا في الخارج لا او لزا مدتك الهلا ع وزارته الخرجية وهي المغتربين هاي منه وزارته الخرجية ها وزارة كل شي من عدل المغتربين ومديرية كل شي من عدل المغتربين الناحنا مخطيين بحق ولادنا المتل ما قلت mineحنا بالماضي وقت البكين للحكم كله بيد زعمائنا سواء كانوا مسيحيين او مسلمين لم يعطينا المغتربين حقوقهم بعد الجهد الجهيد بال2008 تنقلهم انتخبوا بالسفرات الانون هذا ما عم يتطبق لا لأن وزارة الخارجية من ومدرية المغتربين بصورة خاصة ما عم تجتهد ولا عم تعمل الدعية اللازمة ولا عم تعمل التعاميم اللازمة لإشراطهم ولكن عملت جهود ما كان معين لوضعت اللوائح ووضعت التعاميم للسفرات وكيفية جهود اولا هذي مسئولية مشتركة اول شي جهود منها كيفية وبتحس انت حتى وقت نعمل الانون بدي يكون لها بكل ألم او بكل منطقة تننشأ لهم صندوق اقتراع بدي يكون فيه 200 مغترب ايه فيه مناطق ما فيه 200 مغترب ما فيه 200 ناخب عندنا بلبنان هون فيه أورا ما فيه 200 ناخب 150 و 170 و 80 بتعمل لهم اليوم بالولايات المتحدة فيه ناس بولايات بعيدة أربع ساعات عنولايات ما راح تجي تتصوت منك شجرة لا لها السبب اول شي الانون بدونت في التعديل نعم ان شاء الله بنعدله هذا فيه امل تانيا فيه نقص ان كان من ناحية السفرات او الانصليات وخصوصا من ناحية وزارة الخارجية وفيه كمان نقص لان اولادنا ما عملنا لهم الحملات التوعية اللازمة حول اهمية هالموضوعات بيرجع فيهم بقولوا ربطوا بين موضوع سن الاختراع وعطاء المغتربين لحق الاختراع هاي دا هاي وقتل انا قدمت اقتراح انو نعم بزيادة عدد النواب 12 ناية ينتخبوا من قبل ومن بين المغتربين وهني مناصفة النصف مسيحيين ونصف مسلمين وهني بيمسلوا المغتربين بمجلس النواب هذا مش الاقتراح بالليجين بحكومة الشيخ رفيق الحريري قالوا الاقتراح مقبول وانما بدوا تعديل للدستور نعم جينا قلنا لهم نحن عا تخفيص سن الاقتراح ال 18 سنة بدوا تعديل للدستور وهيدا بدوا تعديل للدستور شرفوا عدلوا الدستور عدوا الدستور يعني صفوا المغتربين لا انتخاب مباشر بواسطة السفارات والانصليات ولا الانتخاب بواسطة نواب ينتخبوا من قبلهم ومن بينهم طب فيه امل اليوم نشوف المخترب عم بيسوت نعم فيه امل اليوم نشوف المخترب عم بيسوت لما بقلك فيه 10 ألف واحد بس بدوني ازهروا رغبي بالتصويت الامل ضعيف بس انا بقول لو كانوا 10 ألف لو كانوا 10 ألف فيه مثلا بالارجنطين مرة عملوا انتخبات لـ 13 ألف واحد نحن بحاجة اول شي مشين المصدقي وخلينا نجرب نعم خلينا نجرب لان فيه دانسقة بيننا وبين ولادنا في الخارج خلينا نجرب لان ما عم بيصدقوا انه فعلا رح نشركون بالانتخبات الالية لازم تستكمل وزارة الداخلية تتحمل مسؤوليتها وزارة الخارجية كمان بصورة خاصة شو الهواجس عندو ايها طرف الآخر ساعة النيب اه ولو ها انت لهين هادي هن كانوا يجيبوهم بالطيارات اللي بيعرفوهم كم واحد بيخرصهم بيجيبوهم بالطيارات بيدفع عنهم التيكت وبقعدوهم بالأوتال يومين ثلاثة وبينخبوهم عزوهم اما اذا كان بدهم ينتخبوا بالسفرات ما عندهم سلطة الرئابة عليهم محدودة او بالاحرام مش موجودة هذا احد الاسباب تانيا ما بدهم اشراك كسيف لغير اللبنانيين المنتشرين في العالم خوفا من ان يؤثروا على النتائج الانتخابية المحلية هيدا الجواب يعني هيدا هيدا المغزى يمكن هيدا الاساس 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 ايه بكرا بيصير فيه اشراك كسيف مثلا تنقول للمسيحيين الموارني بمونريال او بخانقول باستراليا او اشراك كسيف للسنة الموجودين باستراليا او اشراك كسيف للشيعة الموجودين بافريقيا وهكذا الدولة كله بكل اسف مبني على مسائل طائفية مذهبية ما وصلنا بعد لفصل الدين عن الدولة فعلا لهالسبب هو من المستهجن اني انا وقع انه نقول كل طايفي تنتخب نوابة بس ليش وصلنا الهون نحنا وصلنا الهون لان غيرنا معتمد المذهبية والطائفية جي تقول انا اذا كان لابد انا بدي اتمثل بغيري اذا كان هايدي اللي بيوصلني لأحجح او ايه بدي انا اعمل مثلي مثلكم عملتوا كان لكم جولات عالمية انا من معرف وكبتوا كتير شخصيات وكنتم موجودين وشفتوا اللبنانيين اليوم بالاختراب عندهم بعض هالشعور والحنين شوي للبنان للعودة يفتحوا شركات يفتحوا الاستثمار الشعور موجود والعواطف دايما نحو الجزور موجودة بس بدك ما نحرك هالعواطف بدي شوف وين وزارة السياحة تيجي يا خي لا بدي انا اهلا وسهلا بدول الخليج يجي يصيفوا عنا بس كمان اذا انا بفعل الاغتراب اللبناني بقول له تعال انت شمي الهوى ببلاك بوطن اشدادك وابائك تعال تفرج وين عيش وجدودك ببطل وين عيش بايك تعال شوف هون اولا اولا هايدي بيكون عندي دياسبورة عالمية بيستعملها اقتصاديا وسياسيا ويالبدك ايه في المحافل الدولية وبس فيد اقتصاديا لا ما بهمهم بهمهم يجي يتأحنك ابن الخليج ويروح يزوروا مع ملتان أو الزيتونة والبناء وللأسف بطل كطاع السيحي اليوم واقف على موضوع زعلوا الخلجين بطلوا جيين ومن تصريح معين وقفوا وزياراتهم للبنان وبيصير كل موسم السيحي متوقف على قرار من دول الخليج ببعض لقاف العلينية رح نغلص بموضوع كسروين موضوع المشاريع الانمائية اللي أشرفتوا عليها بكسروين المشاريع المستقبلية وبعد الانتخابات هل الأستاذنا عم طلق بنصر مرشح للانتخابات النيابية المقبلة وقف علانية ومنتابع حوار بالأرقام من عدوة منتابع حلقة حوار بالأرقام بجزء الأخير مع سعادة النائب الأستاذنا عم طلق بنصر بها الحلقة المخصصة كانت عن موضوع تملك الأجانب بلبنان حق المختاربين بالتصويت لمشاركتهم بالتنمية الداخلية بلبنان وأهميتها المشاركة أيضا تحدثنا عن موضوع التجنيس وعنعكاس هذا الموضوع على التغير الديمقرافي بملفه الاجتماعي بحالتنا لليوم بأجزء الأخير نخصصه لموضوع كسروين موضوع المشاريع اللي قامت فيها أو قامت فيها تكتل التغيير والإصلاح بدي أقول بمحل معين بحضوركم سعادة النائب بمنطقة كسروين شفنا فيه سدود شفنا فيه طرقات بس بعدها كسروين لليوم محرومة يعني بعد فيه لليوم طرقات لم تزفت من أيام عهد رئيس فؤاد شهاب وبعد فيه اليوم طرقات ما وصل له زفت بكسروين اللي فتوه شو عملته اليوم؟ إذا بدأت حكي قبل شو عملته قبل المشاريع؟ نتذكر نتفي من سنة 92 أنا نيب من سنة الألفان نعم خلنا نتذكر حكومات ما بعد الطائف والإنماء المتوازن وهي حكومات حريرية أو سنيورية مثل ما بعد والإنماء والنمو المستدام النمو المستدام تحول لدين مستدام نمو الدين المستدام والإنماء المتوازن تحول لسيات التمييز إنمائيا بين منطقة وأخرى وحتى إداريا بالتوظيفات بين مواطن وآخر أو بين مواطن وآخر رغم هذا الشيء كله نحنا جهدنا بقدر الإمكان قدرنا بستشة بروحة عم بحكيك بسنة الألفان عم تخصني أنا كان لنا مواقف كتير كتير واضحة وصارمة بهالموضوعات وأخذ تنفيذ هالسد حوالي خمس أو ست سنوات وأكتر بينما اليوم قدرنا عملنا شبكة سد يعني مي بدون شبكة مياه تتوزع على القرى وعلى المنازل ما إلا إيمي قدرنا عملنا شبكة محترمة هلأ كمان في عملنا سدين مهمين بالنسبة لكسروين هو سد جنة اللي بيساع 37 مليون متر مقعب بينما سد شبكة بروحة 7 مليون فقط يعني أكبر من 5 مرات أكتر وبيأدي لتوليد طاقة كهرباء حواله 180 ميجاوات نعم هدا شي بتير مهم وأهم من هاو اتنين هون أنه تنفيذ هالمشروع هاد أصبحت أكيدة لأن التمويل ذاتي ومؤمن هدا أهم شيء ومنين من مصلحة مياه جبل لبنان وبيروت كانوا بالأول الحكومة تسطي على هالصندوق المصلحة ها وينقلوا مصريات ولغير مطرة هالمرة قدرنا بفعل نشاط وزير الموارد المائية وبفعل نشاط مدير هالمصلحة ها جوزيف نصير أنه نأمن هالمصاري ها هادي شغلة كتير مهمة وهالمي ها من يستفيد منها بالدرجة الأولى العاصمة وبعدين منطقة جبال وساحة الكسروين وغيره كمان سد بقعته هدا لجرد جرد أورالماته كمان عنا نبع الأخضايرة اللي هو بيروي ونبع المضيق نعم اللي هو بيروي ساحة الكسروين نعم مصبت وهذا مشروع مهم كتير نعم مش عادي التنفيذ انجز وعم بيستفيد منه ما بدي استرسل بأضايا تأمين المياه لأن بعتقد بكسروين المياه مأمني بالنسبة 90% بعض في بعض استكمال بعض القرى وبعض الشبكات وهالشي ولكن للأساس بلش نحنا بالأساس بيجوني نشكي من ثلاث أمور نعم أهم شي محطات التكرير بكل أسف تأخر تنفيذ محطة التكرير بفعل موقف أحد النواب السابقين اللي اعترض على أن المحطة أن تكون بيتبرجة عملنا مجهود طويل عريض تقدرنا هلأ نيين قالنا المطرح لقينا مطرح آخر مطرحين وتأمن قصم من المصاري بعد في قصم تاني القصم من البنك الأوروبي وقصم تاني من الأجانس فرانسيز اللي هو سبعين مليون أيرو وهلأ مأمن سبعين مليون الأساسي يعني مئة وارعين مليون سبعين مرأة مجلس النواب هذا المرأة القصم التاني عالق بمجلس النواب نحن بتأمل بأول جلسة أو بجلسات الأول الأدمي لمجلس النواب يمرق القصم التاني تا نقول التمويل التهمن هذا أهم مشكلة المشكلة التانية المشكلة التانية هي الأوتوسترات والعجقة الموجودة واللي عم بعاني منها كل موامل أنا خدت موقف واضح بمجلس النواب بجلسة المناقشة قلنا لهم هذا توسيع الأوتوسترات أو تأمين التصرات هذا بيسيقولوله أآآ تأمين مسار آخر الأدوة هذا منه مسئولية نواب كسروان وحده هذا مسئولية كل نواب ووزراء الشمال بدون استثناء وكمان مسئولية كل نواب لبنان بكل المناطق اللي بيزوروا الشمال واللي بيسافروا بيروحوا كانوا يروحوا على الإرداحة اليوم عم بيروحوا على التركية وهاء قلت حرفية بمجلس النواب وخلق الضجي نعم ها مسئولية كل النواب تأخر شواء التوسيع بفعل موقف بعض أصحاب المحلات بس هلأني مصروف له 65 مليون في أمل يعني قريبا معقول نشوف هذا الموضول لنعجل تسير من الأهم من هاو كلهم لجسر نهر الكلب نوضع دراسة التونيل الأدوة هذا مسار جديد بيكلف 700 مليون دولار استملكات 400 أو بالأحرى استملكات 300 مليون وتنفيذ 400 مليون تونيل بيبلش من نهر الكلب بينتهي بعد طبارجة بالصفرة نعم وهو آية دراسة جدية نعم بتأمل أنا لما تنتهي هالدراسة نعم فورا إلى إجراء الاستملكات وتنفيذ المشروع هذا الحل الأساسي نعم لحل الأساسي تتقدر تقطع بمنطقة كسروان نحو بقية المناطق لدي الوقت بس تالت مشكلة بشكل كتير سريع ما في مشكلة نحنا عنا مطلب حلم أنه نعمل مرفع سياحي يستقبل كل البواخر من كل الإيسات بجوني بالأول كان عنا مشكلة المكان هلأ اتأمن علينا نحنا نجهد فعلا لتأمين هالمرفع هذا لأن فعلا هذا بيكون مرفع سياحي واقتصادي لكل المناطق اللبنية بدي منك جوابات سريعة سعاد نيب على موضوع مبارح دوت رئيس فؤد السانيورة أطلق الافتراء بكتاب الإبراء ردا على الكتاب اللي كنتوا أصدرتوه بتكاتل تغيير والإصلاح واللي كان كان فيه العديد من البيانات التي تتهم فيه أجهة الأخرى تيار مستقبل بعمليات بين هلالين تزوير وإلى ما هنالك خير العهود السابقة شورتكم على الكتاب معقول لكم الجديد خلي المحكمة اللي مقترحينا للنظر بفضائح المالية تفصل بهالموضوع وساعتها منعرف أنه عهد السانيورة كان عهد فسانيورة هل تحول الأبراء المستحيل إلى إخبار لنياب العام هل هو إخبار هو إخبار ومفترض يتحول بشغلة بشغلة أخرى شفنا بالمرحلة الأخيرة الحملة الإعلامية بمنطقة الإعلانية لمعالي وزير الطاقة والمياه جبران باسيل وقيل بين هلالعين أنه حضرتكم كنتوا وراء هالحملة لدعمه شو صحيت هالمعلومات إذا كان إذا كان لنا نحنا في سد عنا إذا كانت هالحملة وقايا صحيحة وين المشكلة إذا كانت وقايا عاملنا صحيحة هون بتكون المشكلة يعني بتأكدو ونقايا صحيحة كرماليكم طبعا نحنا نحنا منشجع كل واحد بيعملنا مشروع إنمائل بلدنا حتى لو كان من أخصامنا السياسيين آخر السؤال هل حضرتكم رح تكونوا مرشحين اليوم الانتخابات النية المقبلة علي حتى كانت تغييروا الإصلاح ومشان لا يصير فيه انتخابات بحال صار فيه انتخابات هل طبعا انت شو رأيت أنا عملت ثلاث دورات متتالية وكنت أنجح فيهم وإذا قررت أنا انزل معناه تبدي أنجح نعم طيصير فيها اللقنية يفتح البزار يعني طبعا منحدد الموقف وطبعا إذا كان فيه انتخابات قريبة نحنا بالإعلام بوراكم بكل المشاريع عم تقوموا فيها لمنطقة كسروان ونحنا من سكين منطقة كسروان لبي حاجة لأنه بعد مزيد ومزيد الأستاذنا طلق أبي نصر عضو تكاتل تغيير والإصلاح أنا بدأت شكرك على هالحلقة خذنا من وقتك ساعات النية أنا بدأ أشكر إذاعة البلد ونحن وراك ونحن أولاد بلد صح وخلي خلي كلك زو كلك زو ساعات النية لهم نصل نهاية حلقة حوار بالأرقام لليوم طبعا تسمعوا على إذاعة البلد 106.5 و 106.9 لا تنسوا تعملوا لنا اللايك على صفحنا على الفيسبوك البلد رديو ستيشن وأيضا تعملوا لنا تويت على آد حوار بالأرقام على موقعنا على تويتر الحلقة المقبلة للنهار السابتجين على الرد بـ 12.12 ونص دهرا مع ضيف جديد وملف اقتصادي اجتماعي وربما سيئسي جديد نهلا وقتا واتنالك ونأطيع بالتمنية اشتركوا في القناة